رايك ايه بقى في اللي بيعمل محمد صلاح؟ طبعا فخر لنا كلنا وفخر لكل الشعب المصري وجود صلاح انا النهاردة يمكن والدي كان بتفرج على المباراة انا من زمان ما شفتش والدي متحمس متعصب الليفربول بالشكل ده بقوله انت هو اهلاوي بقوله انا بشوفك في الاهلي انت ما كنتش متعصب النهاردة يعني عمري ما شفته مع الاهلي متعصب درجة تشجيعه لمحمد صلاح النهاردة وبعد نزول محمد صلاح شفنا تأثيره على هجوم الليفربول كفاية وجود محمد صلاح في الجانب الايمن شفنا دفاع وولفر هامتون ازاي انشغل بمحمد صلاح وبدأ يبقى التلاصم اللي كانت موجودة الشوت الاول تدفك لوجود لعيب بقيمة محمد صلاح خلاص محمد صلاح هو النجم رقم واحد اعتقد في الدور الانجليزي وفي ليفربول والسنة دي بينافس على جايزة الجايزة الكبرى يعني لعب بينافس على البالوندور وبياخدش جايزة احسن لعب في الدور بتاعه ده قمة الغربة والاندهاش بالنسبة لي جايزة افضل لعب في الموسم كيفين دي بروين اه مش عايزين نظلمه هو لعب موسم جيد لكن انا متفق معاه في رأيه كريم ان هو مش افضل حتى لعب في منشستر سيتي بالنسبة لي اه كان سيله وفي الفودين كمان كان عامل موسم مثالي هو يمكن تارت افضل لعب في منشستر سيتي بالنسبة لي كان كيفين دي بروين بيتعامل ان هو نجم كبير وخصوصا كمان بعد موضوع التجديد وان هو اخد اعلى راتب واحد من اعلى الرواتب في الدور الانجليزي ودي حاجة محمد مصرح مفروض ليفربول يعمله معاملة منشستر سيتي لكيفين دي بروين وياخد الراتب اللي هو عايزه وياخد الراتب يتساوب كيفين دي بروين واعلى من كيفين دي بروين ده مهم جدا بالنسبة ليفربول لفترة جاءة طيب عاشت ازاي بقى السيناريو النهاردة طيب قبل بس معاشي السيناريو يعني هكمل على كلام فاروق وبرضو كلامك في حتة الجواز انا شايف مشكلة دايما الجواز الفردية في توقيت التصويت فيها هي دي بالنسبة لي اللي بتعمل ازمة مش هي الكريتيريا بتاعتها بتتحسب من امتى الامتى هو اه ده مهم بس الفكرة كلها في توقيت التصويت النهاردة لما البريم اللي جيبعت يسأل اللعيبة العشرين كابتن بتوع الدولة الانجليزي مين افضل عاف الدولة الانجليزي في جولة سجل فيها كيفين دي بروين سوبر هاتريك دولفر هامتون ومحمد صلاح او سن ما كانوش موافقين وما سجلوش العاطفة بتاعتهم اكيد هتختار عرب حاجة مش هيجيب هو بقى مش هيفتها هو ترانسفير ماركت ولا سكر وي بالزبط هو بالنسبة له انا شايف ان فيه لعيب بيفنش بشكل كويس فحروح على طول مديله التصويت لدرجة ان ديلي ميل نزل التقرير ان بقى الجايزة الاهم اللي هي جايزة رابطة اللاعبين المحترفين منشستر سيتي اللاعبين والعضاء بتوع النادي متضيقين لي ان التصوير فيها قفل قبل ماتش وولفر هامتون فهم كده مدركين تماما ان فرص كيفين دي بروين فيها قليلة فانت متخيل ان برضو على فكرة اخد بالك انا مش بقول كده برضو ان الجايزة بتاعت رابطة اللاعبين المحترفين صح مش بقول بس انا بقول ايه ان لا التصويت بقى يعني لو انا عايزة لو مثلا كان نهاردة محمد صلاح بالسيناريو المجنون بقى اللي احنا هنجيله الجول بتاعه هو اللي كسب ليفربول الدور الانجليزي ومنشستر سيتي خسر او اتعادل تماما هل بقى فعلا هيبقى محمد صلاح مش احسن نال في الدور الانجليزي ده ظهر طبعا فهي المشكلة في الجواز الفردية في تقوية التصويت فيها صح اول سيناريو بقى ما حصلش ويه بصراحة هو ده امتع دوري يا كريم وامتع كورة وامتع كل حاجة ان يبقى فيه النهاردة عشر ماتشاط تمانية منهم كلهم مهمين يعني ماتشين بس هم في اخر جولة اخر جولة فيه تمان ماتشين مهمين بالظبت اخي الجولة دي اللي هو اخر جولة 구نام يتسلى يعني النهاردة الدوري الاسباني في الريال بيقصد برشورونة ولا حد مهتم حتى جمعائي برشورونة في ساعة من اللي تهتف لماب وايغوز هو الريال مادريد بحدش مهتم فليه امتع دوري في العالم امتع دوري في العالم لان انت قايد لحد اخر جولة متصمر قدام التلفزيون اللي بيشجع يونايتد متصمر قدام ماتش يونايتد ولي بيشجع أرسل ولي بيشجع توتنم ولي بيشجع ليفربول ولي بيشجع سيتي كل قاعد متصمر بيتفرج زيه زي أول جولة خالص في الدول والسيناريو نفسه ده بيزيد الحلاوة يعني ان يبقى الشروط الأول خلصان 2-0 الأستون فيلا وخلاص بقى وانت خلاص بقى وانت خلاص بقى 1-0 بعد كده كوتينيو جابي التاني في بداية الشروط التاني فوجيرارد بقى والأسطورة السابقة أو كوتينيو بزحلة في شود التاني زعلة في خمس دقيق حاجة في مرتهل استفزائي النهاردة يولان كروب بعد المباراة قالك لو السيتي كان كسب 5-0 أستون فيلا كان عادي ومتوقع وطبيعي بس السيناريو خلى القصة مؤلمة جدا حتى جوارديولا بعد الماتش خرج قال لما بيسألوه على الخمس دقيق جبت ثلاث عداف إذا قالك اتصلت بحد في ريال مدريد نصحني هو في دماغه لسه خصارت ريال مدريد وهو حتى قبل الماتش ريال مدريد قال يا جمعنا بلعي فرقة دخلت ثلاث جوان في خمس دقائق الفرقة دي ممكن ترجع في أي وقت فهو موضوع حاجس ريال مدريد حتى شفنا عياته بعد الماتش النهاردة من زمان أول ما شفتش جوارديولا مدغوط بالشكل ده من زمان ما شفتش جوارديولا فرحان بجائزة بالشكل ده كان فيه فيديو تصرب كده لحد في قط اللبس وكانوا بيقولوا إنه هو الكيتمان أو عامل غرف الملابس اللي كان بيرقص فيه هو فرحان جداً وعارف إن الضغط عليه كان كبير جداً وخصوصاً إنه هو لو ما خادش الدوري السناني دي الإسهام اللي انتقادات هتوجهله بشكل كبير جداً مع فشله في دوري أبطال الأوروبا لا إنت عارف أنا قلت حاجة النهاردة في المقدمة سيبك إن إحنا كنا كلنا أو معظمنا يعني كان متعاطف مع ليفر بول نهاردة بس هوا مش من العدل أبداً إنه مانشستر سيتي بالكورة اللي بيقدمها دي ببيب جوارديولا ما يكسبش ولا بطولة السناني دي مش من العدل خالص يعني حيبى حرام يعني عارفت أنا عاملكوا قي تاني إن أنا قفلت اللعقة قفلت كل حاجة حلوة في اللعبة عملتها ما كسبش بطولة إزاي مشكلة إن الفرقة دي ما بتموتش إنت لو فكرت الموسم الجاي إيه اللي هيحصل في المانشستر سيتي إنت عندك أكتر واحد عنده فعالية على الجن هو مين؟ الكاي جون دو جان اللي نزل النهاردة سجل هدفين الكاي جون دو جان برضو اللعيب بديل تخيل بقى لما يبقى عندك لعيب عنده فعالية على الجوارديولا هالند الفرقة دي هتبقى عاملة إزاي؟ جوارديولا هتبقى عاملة إزاي؟ آه في الناس بتتكلم إنه هو البروفايل بتاع رأس الحربة الصريح المحطة اللي بيأخد الكورة ما بيقدرش يلعب على برجله كتير خارج منطقة الجزاء مش مناسب أولي جوارديولا بس برضو وجود هالند في حد ذاته في فريق زي مانشستر سيتي هيلغي موضوع الفرص الضيعة يعني أنت الماتش اللي كان بيخلص خمسة ممكن يخلص سبعة تبانية هالند مكينة أهداف ومانشستر سيتي كان نقيسها اللعيب رقم تسعة اللي موجود دلوقتي آه مع احترام الجابريل جيسوس عامل موسم كويس بس مش هو اللعيب اللي يليق بالكواليتي اللي موجود حواليه من صنع اللعب عندك برناردو سيلفا عندك كيفين دي بروين عندك فيل فودن عندك ستيرلينج رحيم رياض محرز تمحتاج المهاجم اللي يستفيد من كل دول كل اللعيبة دي تقدر توصلك للجول فأعتقد أن الموسم الجاي وجوارديولا كمان جدد عقده مع منشستر سيتي وعايز يكمل مع منشستر سيتي ده كان بالنسبة لي غريب هو كلوب أنا قلت أنه هم هيفكروا في تحدي جديد وخصوصا بيب جوارديولا اتعرض عليه منتخبات في كاس العالم في قطر 22 واتعرض عليه حتى مشروع منتخبات في كاس العالم القادم لكن هو فضل الاستمرار مع منشستر سيتي وهتأخذ منشستر سيتي الموسم الجاي هيبقى فرقة قوية جدا والدور الإنجليزي نفسه هيبقى دوري ممتع جدا لموسم الجاي عندك أكتر من فريق جاي بقوة منشستر يونايتد مع تينهاج فيه تامل لعيبة هيمشوا وفيه صفقات كتير جاية أرسنال مع أرتيتا شفنا التطور الكبير جدا مع أرتيتا وكان سوق حظ كبير جدا لأرسنال وجمهير أرسنال لأنهم فعلا قدموا مستوى جيد جدا في الموسم ده لكن كونتي وتوتنهام تأثير كونتي كان تأثير رهيب مع التوتنهام أنا بالنسبة لي هو واحد من أفضل مدربين الموسم في الدور الإنجليزي هو إيديهاو الاثنين جم حتى لو قررناهم بقى على الجانب الآخر برانجليك مدرب منشستر يونايتد تأثيره منعدم تماما الاثنين جم قدروا واحد ينفس على الهبوط مع نيو كاسل إيديهاو قدر يوصل الفريق للمركز فوسط الجدول ويأمنوا من بدري جدا في الهبوط أنتونيو كونتي سلوب لعبه بان من أول مباراة مع الفريق اللعيبة بقى فيها بتلعب بجرينتا كبيرة جدا توتنهام قدر يحقق نقط هو ومانشستر سيتي ونيو كاسل وليفربول كانوا على القمة بداية الدور الثاني فبالنسبة لي دور الإنجليزي الموسم الجاي بقى فيه خمس ست فرق على أعلى مستوى